بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السابعة المحاضرة الأولى الأسس وهمزة الوصل في الحرف عندنا أسس ثلاثة ننطلق منها مقدمة لهمزة الوصل الأساس الأول لا يبدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فلا يجوز أن نبدأ قراءتنا بقولنا الحمد لله رب العالمين لأننا بدأنا بساكن كما أنه لا يجوز أن نقرأ الحمد لله رب العالمين ونقف لأننا وقفنا على متحرك والصواب أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأساس الثاني همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله وهذا أيضا ملاحظ أننا عندما نصل كلمة الحمد بما قبلها من البسملة فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا ملاحظ أيضا عندما نلفظ الرحمن الرحيم فهي تسقط في وصل الكلام ولكن لو بدأنا من عندها فإننا نقرأ كما أسلفنا الحمد لله رب العالمين فتثبت همزة الوصل في بدء الكلام وتسقط في وصله الأساس الثالث همزة الوصل والقطع توجدان في الحروف والأسماء والأفعال فهما موزعتان على هذه الأسماء الثلاثة الحرف الاسم الفعل وإننا في طريقتنا هذه سوف نذكر همزة الوصل فقط ويكون ما عداها همزة قطع فليتنبه له همزة الوصل في الحرف همزة الوصل لا تكون إلا في أل التعريف الداخلة على الأسماء مثل الحمد الرحمن الرحيم السماء فلو وصلنا هذه الحروف بما قبلها فإننا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق إذن همزة الوصل موجودة فقط في أل التعريف الداخلة على الأسماء أما ما عداها من الحروف فهمزته همزة قطع مثل إن إلى ألا إلا وقس على ذلك والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر